ان شاء الله دكتور عيني انا هبدأ معيك من معلومات بسيطة خالص هسألك من اول حاجة خالص وانبسط الفكرة للسادة المشاهدين انا عايزة اعرف من حضرتك ايه هو العمود الفقري اللي احنا دايما بنجيب سيرته كده وبنظلمه معنا عمود الفقري بتاقي وجاني فضل يا حضرتك العمود الفقري اللي هو بيشمل الفقرات العنقية ودوره بيبقوا سبع فقرات والفقرات الزهرية او الصدرية بنسميهم كده او كده الفقرات والفقرات القطنية ودوره خمس فقرات والفقرات العجزية الفقرات جيبتوا عبارة عن قطعة واحدة لازق فيها عدمة العصاص خلاص ده العمود الفقري بتاعنا طب هنعرف بس يعني بين العمود الفقري في غدروف الغدروف ده عبارة عن ارس ليفي قوة الارس اللي في ده فيه مادة جيلاتينية اللي هي دي اللي بنسميها الدسك الدسك لما يحصل قطعة في القرس اللي في ده والدسك ده اللي هي المادة الجيلاتينية تخرج برة ده هيبقى هنا اسمه ايه انزلاء جودروفي داخل جوه الفقرات قناة اسمها قناة الحبل الشوكي انا بشرح الكلام ده عشان هيفدنا بقى بعد كمه نيجي نتكلم عن امراض العمود الفقري احنا محتاجين نشح فعلا او عشان بس ايه يبقوا الناس فهمين ايه اللي بيحصل بالضبط جوه العمود الفقري فيه قناة القناة دي اسمه قناة الحبل الشوكي بيمر فيها الحبل الشوكي ليه ذكرنا الحبل الشوكي علشان اي يعني مشكلة لقدر الله او وطالع برضو من الحبل الشوكي ده مسؤول عن الاطراف يبيطلع منه اعصاب طرفية بتغزيل الرجلين والايدين ايه فاي مشكلة فيه ممكن اما تعمل ضعف ولو تثابت اكتر ممكن توصلنا لقدر الله الشلل من الشلل او 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 فعايزين نقول انه ما حدش يستهين بمشكلة في العمود الفقري الموضوع من الصغير انت يا اما بيحصل ضغط على الجزور العصبية تعمل تنميل وقلم يا اما الضغط بيبقى نخاه الشوكي لقدر الله ممكن يوصل زي ما قلنا للشلل طب دكتور خلينا نتكلم على الحاجات الشائعة الموجودة يقولك دايما ضهري بيوجعني دايما قمت من نوم رعبتي بيوجعني خلينا نعرف ايه اسباب الالام للضهر والرعب تعمل اسباب الالام بتاعت الضهر والرعب منقسمة اما سببها مرضي اما سببها عادية خاطئة سببت لنا المشاكل بتاعت الام الضهر والرعب اول طبعا سبب شائع في الاسباب المرضية في الام الضهر والرعب طبعا هنتكلم عنها الانزلاق الغدروفي الانزلاق الغدروفي تاني حاجة خشونة الفقرات تالت حاجة نقص الكالسيوم نقص فيتامين زي تمام تمام هشاشة العزام ممكن تسبب الام في الفقرات وجود لا قدر لا اورام سواء كانت حميدة او خبيثة على مكان العمود الفقر يسبب الام ندخل في العادية الخطيئة السمنة وخصوصا سمنة البطن بتعمل لود شديد على العمود الفقري خصوصا فقرات القطنية سمنة البطن بسي أنا السمنة البطن دي مشكلة المشكلة مش عايزة ادخل في تفاصيل عن السمنة النهاردة ممكن نبقى نعمل حلقة عن الموضوع ده ممكن حتى نوعينا مخصوص للموضوع سمنة البطن اسمها بسي بتبوز الدنيا جوه بره يعني بره زي العمود الفقري وجوه في الاعضاء تأثيرها كبير جدا تمام الجلوس لفترات طويلة ده برضو بسبب اه 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 اي حاجة فيها اوضاع سابتة فترات طويلة تسبب الام في العمود الفقر حمل طبعا حد يبقى على طول بيشير حاجات تقيلة وبيشيلها فضعيات غلط وضعيات غلط مش في الوضعيات السليمة او مش في الوضعيات السليمة واحد منقول النصائح هنشرح الناس الوضعي السليمة وكلام ده تمام دكتور جات لي يا سيال كتير اوي كان كلها مضمون سؤالها حاجة واحدة اعرف منين ان انا عندي نزلاق وضوفي في الرعبتي يعني انت اقول باللغة البسيطة كده معلش انا هستأزي حاجة دايما تبسطننا الموضوع يعرف منين او تعرف منين السيدة انها عندها نزلاق وضوفي في الرعب الأعراض اللي بيحس بيها المريض بيحس طبعا أول حاجة ممكن يحس بألم في الرقبة تمام وألم مع الحركة مع الروتيشن يبقى ده صعب عليه أو حاجة اسمها ستايد بندنج اللي هو تتني رقبتك كده تاني حاجة ممكن يحصل تنميل أو ألم في الجراعية أو يعني ما كان بقى زي ما قلنا الضغط اللي حاصر على الجذور يحصل تنميل يعني تنميل أو ألم أو ضعف في الحركة ما احنا عندنا الجذور العصبية حسية وحركية حسية تدينا ألم وتنميل الجذور العصبية بتاعت الموتور اللي المسؤول عن الحركة تدينا ضعف في الحركة ضعف في الحركة يعني حسي بسا مش قادرة رفع درية لو فيه بعد الشهر طبعا ضغط على النغان الشوكي بقى ده يدينا حاجة من الاتنين على حسب نوع الضغط لو الضغط نسبي أو بسيط يدينا ضعف في الحركة في الأربع أطراف لو الضغط جديد ممكن يعمل لنا أعراض زي شلال ربع يعني أعراض أشد أعراض أشد دقاء مش قادرة تتحرك طبعا الحاجات اللي لازم نقولها وإحنا بنتكلم فيه ناس مش هتتخيلها صعوبة في البلع صعوبة في البلع توصل لهذه الضغط لو الغضروف ضغط أمامي فيه ناس تبقى المشكلة ده مش عارفها بلع مش عارفة أه دي من الحاجات اللي مش ناس كتير تعرفها أه طبعا الفيرتايجو يحصل والديزنس اللي هو ده يحصل ضغة وزغلالة وكده دي بتبقى بسبب أنه فيه مشكلة حاجة اسمها فيرتبلو بأزر الإنسفشانسي دورة دماين الرايحة من الرأبة للمخ ضعيفة ضعيفة ودي احنا برضو عندنا طرق حديثة جدا هنتناولها في العلاج خليكوا فاكريني النقطة دي عشان هنرجع لها هنتناولها بالتفصيل هنتناول طب خلينا الدكتور نسأل بسمع حاجة برضو من المصطلحات انزلها قضوه في فقراتي القطنية لا ده الدكتور قال لي في الفقرات مشهور لا اسمها فقرات عجزية صح كده القطنية والعجزية ايه بقى موضوع ايه يعني المصطلح ده بالنسبة لي غريب تمي الفقرات القطنية زي ما احنا قلنا ايه شرحنا فقرات في الضحر في الضحر يبقى احنا هنا نزلنا لمنطقة ايه الفقرات القطنية نزلنا هنا لأسفل الده طبيعي اول عرض من عرض ممكن ممكن يحصل عين قلم أسفل الده لو جنا نتكلم عن ألام الفقرات القطنية لازم 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 هنتكلم عن عارق النسأ يعني 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 anthropology النسأ ده بيحصل لما يكون فيه نزرق خودروفي من اول الفقر الرابع القطنية الرابعة الخمسة لحد العجزية الاولى في المنطقة الضغط ده بيعمل لنا إيه في المكان ده بيدغط على عصب ده بيعتبر من أكبر العصاب الموجودة في الجسم اسمه السياتي كنرف الضغط على العصب بتاع السياتي كنرف هو فيه أدرك وعليه اسمه عارق النسا هو اسمه النسا من كتر مقلة مشديد قوي جدا وبينسي الواحد كل حاجة من شدة القلم اسمه عارق النسا إيه سبب التسمية بالنسا دي سموه كده في الأول من شدة الألام اللي بتنسي البني أدم كل حاجة معظم الناس اللي شفتهم في حلقة كيوت حد شفتهم مش قادرين جايين متشالين من شدة الوجع مش قادرين يحملوا عن ناحية اللي فيها الضغط اللي حاصل على العصب على العصب طبعا عارق النسا من الحاجات اللي مش أي حد بيعرف يعالجها طبعا أنا التخصص بتاعتي زي ما قلنا في أول حلقة الدكتورة بتاعتي في أمراض المخ والعصب والجراحطة معظم الناس بيتفاكرة أن أنا هعالج ضهر العيان أو حتى أعالج لمشكلة الإنزلاك الغدروفي أبقى أنا خلاصت المشكلة لا العصب ده جماعة حصل عليه كومبريشن يعني حصل عليه الضغط فيه بيبقى فيه التهاب في العصب نفسه العصب نفسه عليه ضغطه حصل فيه التهاب العيان بيبقى الألم واخد الضهر السك كله من وراء السمانة كلها يعني رجل كاملة من أول الضهر من وراء يعني الألم بيبقى متصل ببعضه كله مجدول كله كله ألم فزيع فزيع الحاجة الثالثة برضو اللي نقولها في الضهر أنه فيه ناس ممكن تشتكي من ألم عم يجي قاقف كثير ألم في أوضاع معينة زي ما سميجي أصلي أسجد وأنا طلع مثلا اللي هو بنسميه ألم مع الوقوف أو ألم مع الحركة جي كلها علامات تدول أن فيه مشكلة في الضهر أو فيه ممكن يكون فيه احتمال موجود إنسلاك ودروفي وبنكونفيرم الدياغنوزيز اللي هو التشخيص سواء في الانزلاك الغدروفي بتاع الرأبة أو الضهر عن طريق إن احنا بنعمل رانين مغناطيسي طيب حضيتك إيه خطوط الانزلاك الغدروفي يعني إيه ليه أسمع أوقات ناس تقول لك إيه ده أنا جالي انزلاك غدروفي بس مستسهل الكلمة كده لا ده من خاطر ليه بقى؟ علشان الانزلاك الغدروفي ده زي ما قلنا بيبقى أولا يعني الانزلاك الغدروفي ده بيبقى مراحل فيه مراحل يسمعها بلش يعني الديسك بلش يعني بز غدروفي هو جيلي جيلي فاتلع من مكانه شوية اللي هو البلش تاني حاجة بروتروجت يعني تقطع الجزء من القرس اللي في ده فخرج جزء وجزء لسه جوه هرنيشان يعني حصل قطع والديسك خرق خالص من مكانه وهنتكلم على ده في مراحل العليق كل حاجة من الحاجات دي بنعالجها بشكل معاين تمام فإيه الخطورة في كده إنه إنه في حاجة خرجت من مكانه المكان ده كله جزور عصبية في النص في الحبل الشوكي فأنت يا إما يحسن ضغط على الجزور العصبية تعمل ألم وتنميل وواجع أو ضعف في الحركة يا إما الضغط على النخائي الشوكي ده ممكن يوصلنا لقدره لو ما تلحقش والحياء إنه نعرج الإنزلاق لقدره في ده بدري والحياء إنه الموضوع قبل ما الضغط يبقى جديد والحمد لله عندنا فضل ربنا حالات كثيرة جدا جدا كانوا وصلوا لضغط في النخائي الشوكي وخلاص في عدم تحكم في البول يعني كان عندنا جايلنا حالات صعبة جدا جدا وكانوا خلاص دخلين على جراحة والحمد لله فضل اللي اتلاحقوا وعملوا الجلسات والحمد لله فضل ربنا أنقذناهم ولا احتاجنا ندخل جراحة وخفوا تماما وكيسين جدا الحمد لله يبقى الخطر إنه ممكن يحصل لي يا إما ضغط على الجزور العصبية يا إما ضغط على النخائي الشوكي ده ممكن يسبب لنا شعل الفقرات العنوكية تعمل شلل رباعي والفقرات القطنية تعمل شلل نصفي في الرجلتين غير الألام بقى غير التنميل لو فيه ضغط على الجزور العصبية طيب دكتور حديتي قلتيني دلوقتي بفصد الكلام كان في حالات كتير قوي وعالجناها بدون تدخل جراحي معني هيكت في مراحل خطور خليني بقى أعرف منك إيه أحدث طوء العلاج اللي ممكن نتبعها والمستادة مشاهدين يبقوا أعرفينها بدون تدخل جراحي احنا عندنا جهاز أمريكي اسمه شد الفقرات احنا كده جماعة معنا الفيديو هنشوف كده الدكتور هتشرح لنا على الفيديو أحدث طوء العلاج بدون تدخل جراحي ده شد فقرات بالكمبيوتر ده جهاز أمريكي عبارة عن اسمه شد فقرات بالكمبيوتر بيشد الفقرات بحيث أنه يبعد الدكتور عن مكانه فيقلل الضغط على الجزور العصبية بمعنى لو فيه ضغط مثلا اللي هو النوع الأوليني البلش بسحنا هنا بنركب للعيان ده الجهاز اللي هو شد الفقرات بالكمبيوتر ده ده فقرات عنقية الجزء ده في الفيديو فقرات عنقية بنعمل عندنا الدكتور بلش بنشد بطريقة معينة البلش ممكن الدكتور على فكرة يرجع كله في مكانه يرجع تمام بدون جراحه وبدون أي حاج البروتروجة ممكن يرجع برضو في مكانه أو على الأقل هنكون شلنا الضغط على الجزور العصبية أو عن نخاع الشوكي الهيرنيشن برضو بنقدر هو خلاص بيبقى الدسك خارج في مكانه بس بنقدر بالتوسيع الفقرات اللي احنا بنعمله شد الفقرات ببعدها عن بعضه فنرد الدسك ده على قد ما نقدر في مكانه أو الغضروف على قد ما نقدر في مكانه بحيث أنه ده ما يعمليش ضغط على على الجزور العصبية أو على النخاع الشوكي ده جهاز أمريكي من أحسن طرق العلاج فيه في نهاية برضو فيه فيديو تاني جاي برضو شد للفقرات القطنية ياريت برضو ياريت نعريتن ورية الناس نحن جاي نشد الفقرات العنوكية فيه شد برضو معين الفيديو فنر ده كده الفيديو بتاع الحالة التاني ده الحالة الزين كم نشد الفقرات برضو بالكمبيوتر بالكمبيوتر دي كانت حالة عرق ناسا عرق ناسا الأولانية الجزء الأولاني ده كانت ضغط مسبب ضغط وصل للنخاع الشوكي وفضل الله أنقصناه كان سنو صغير في التلاتينات وشو في ضغط في النخاع الشوكي ده ممكن يوصلوا لشلق ده عنده عرق ناسا ألم فزيع والحمد لله فضل الله تعاليك الحمد لله دكتور طب خلينا نسأل سؤال برضو عشان الناس بتستسهل أوقات أنا مش حقول معظم الدكات هلكن نقول البعض بيستسهل التدخل الجراحي يعني إنه هو انت عيان عندك كذا كذا انزلاق وضوفي طب تعالى هنعمل عملية جراحي خلينا نقول إيه خطوة التدخل الجراحي للمرضى اللي عندهم انزلاق وضوفي خطورة بسي التدخل إحنا ليه بننسح الناس بسرعة العلاق والتوجه للعلاق لأنه الجراحة في المكان ده مكان ده زي ما شرحنا كل جزوره عصبية وفيه النخاع الشوكي اي مش هقولك حتى خدش بالمشرة لأ ده اي ضغط على النخاع الشوكي ممكن يعرضنا للإصابة بالشلل فأي خدش مش خدش بقى احنا مش مكان كمان في خدش احنا نتكلم بس مجرد ضغط أثناء الجراحة فالجراحات بتكون خطر فزي ما تكلمنا في العلاق اول حاجة عندنا شد الفقرات بالكمبيوتر عندنا تاني مشكلة اتكلمنا عنها اللي هي قولنا عرق النسا وده بيبقى فيه العصب نفسه حصل عليه ضغط فبيبقى العصب نفسه في التهاب فاحنا عندنا برضو طرق علاج حديثة منها العلاج بالمجال الكهرومغناطيسي ده بيتعامل على العصب نفسه والعلاج الضوئي ده بيعمل ايه؟ بيساعد فيه يعني علاج التهاب اللي حصل في العصب عن طريق انه هو بينشط مواد اسمها الميتوكوندريا بينشط النشاط الخلوي يعني بيزود النشاط بتاع الخلية فده بيخلي انه العصب يلتأم وفي نفس الوقت بيزود مع اجهزة تانية بتزود الدورة الدموية الدقيقة فده بيخلي التقام العصب بنعمل ليزر بيخلي التقام العصب بيبقى سريع اذا القلم شديد ومبرح فيه عندنا برضو جهاز المني بنستخدمه ده بيبقى ده الجهاز ده برا عن طيار بيخرج طيار اخترعوا علم روسي بيحاكي نفس الطيار اللي موجود في الجسم فبينظم العمل بين الخلايا وبيعمل ارتخاء للعضلات اللي فيها تقلص عضل وبيعمل حاجة اسمها سيديشن عن طريق انه هو بيقفل بوابات الالم بتاعت العصب ده جهاز حديث جدا عشان علاج الام الاعصاب مع عمل موجات صوتية على كل جزء في العصب ده مع المجال الكهرومغناطيسي لقنا مع علاج العضلات الهيكلية اللي موجودة اللي هي العضلات فيه برافرتبرار مصر دي لازم تتعالج لان دي ممكن تعمل هي كمان شدة على الفقرات والعضلات المحيطة بالعمود الفقر بالعمود الفقر طيب دكتور خلينا اخر سؤال وعلى سيئة النصائح اللي نقدر ينديها للمرضى اللي عندهم انزلاقوا دوفي طيب انا بس في حتة مهمة مقلتاش في العلاج عايزة نوه الناس عنها اللي هو البرتبرو بازر الانسف شانسي اللي هو عجز او ناقص او كسور الدورة الدمية اللي وصلة المخ اللي بتعمل الدخل ان دي ممكن تخلي العين يتعرض انه هو يحصل له حاجة اسمعتي اي 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 انه يحصل ان الدورة الدموية اللي رايحة للمخ نفسها تبقى قليلة فيكون في فده يعرضه انه هو يحصل له جلطات جلطات ودي تسببش احنا بنعالجها برضو بجهاز امريكي بيطلع موجات اسمع موجات دو اي اي او حدية اللون بزود الدورة الدموية للمخ فكده يبقى عالجنا الكسور اللي موجود في الدورة الدموية وحامينا المريض انه هو بعد الشهر يكون عرضه انه يحصل له جلطات النصيح اللي احنا بقى بنقدمها اهم نصيحة بقى جدت اهم نصيحة طبعا انا دايما في اي حلقة دايما بحب انسح الناس بسرعة العلاق خصوصا في الامراض اللي تبين عند الناس بسيطة زي الام العمود الفقري كل هيا عندنا الام عمود فقري بس اتزيل ممكن تعمل ضغط على الجزر العصبية وتعمل زي ما شرحنا عارق النصيح ممكن تعمل ضغط على نخاء الشوكي وتأدل شلل رباق او شلل نصفي في الرجلتين ممكن زي ما قلنا لو فيه كسور في الدورة الدموية داي يوصلنا مع الوقت انه هو يعمل جلطات في المخ وشلل نصفي فسرعة التوجه دكتور انا هستازن حضرتك احنا هيكون للسادة المشاهدين مع حضرتك حلقة تانية وحنطي نخطب لانه وقت حلقتنا انتهى وان شاء الله الدكتور راني حتى وعدنا بحلقة تانية هنكمل فيها الموضوع وانشوفكم بخير الاسبوع الجاي ان شاء الله في بيوت مصري